المسيح مشي بين الناس اقترب إلى العميان وفتح عيونهم ولمسوه البرصة فطهروا من برصهم اقترب من الناس شفى أمراضهم سدد احتياجاتهم المسيح عاش حياة طاهرة لم يجمع المال أو النساء أو أي شيء آخر جاء ليتمم مشيئة الآب جاء في رسالة سماوية وفعلا أكملها وأكملها على أكمل وجه لأنه قال قد أكمل على الصليب عندما قام بفداء الجنس البشري عندها نزل دم وماء وفاض ينبوع لشفاء البشرية كلها كل من يأتي إليه قال يسوع لا أخرجه خارجاً إن هذا الينبوع لم يجف أحبائي المسيح صنع الفداء وقد أكمله ووضع رصيد في حسابك حتى تأتي إليه وتشغل وتفعل كل ما عليك تقول له يا رب برحمني أنا الخاطئ تخيل هذا الأبرس يعتبر نجس والبرس يعتبر رمز للخطيئة وما كان فيه يعني أي وسيلة تانية تخيل يبعد عن الناس ولازم يصيح ويصرخ ولازم يكون محروم من كل ملزات الحياة يعني الموت أسهل يعني اللي بيموت بيموت مرة واحدة ولكن هذا كل يوم بصحة ميت وبنام ميت هاي إذا عرف ينام وتخيل الناس اللي بتهينه واللي بتحتقره واللي بتنظر إليه إنه هاي ضرب هاي لعني عليه من الله ولكن المسيح جاء أحبائي أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا في جسده الذي بجلدته شفيتم المسيح أحبائي جاء وحمل اللعنة إذ صار لعنة لأجلنا لكي نتبارك بالرب يسوع المسيح تخيل يعني لعنة النموس لأنه مكتوب ملعون كل ما لا يعمل أعمال النموس وبعدين بقول وإن عملت كل عمل النموس وعثرت في واحدة فأنت مجرم في الكل فالشريعة النموس تحكم على الإنسان أنه خاطئ وتظهر خطية ولكن لا تخلصه لكن المسيح جاء وتمم النموس في شخصه المبارك الكامل ونحن في المسيح يسوع مكتوب أحبائي وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فإحنا أخذنا بر المسيح فالله ينظر إلينا من خلال بر المسيح وهي هي النعم الإلهية التي لا نستحقها هذه رحمة الله الممدودة إلى كل إليه وهي محبة الله الغير محدودة فقط إقبلها في شخص يسوع المسيح لربما تقول أنا وصل حالي مثل هذا الأبرص عاجز مريض فاشل حتى إرادتي عاجزة خطيائي يعني أثقل من الرصاص تتراكم فوق رأسي وصار استحالي أن أشوف النور كل ما حولي ظلمة ووحل عم بتخبط مش عم بقدر يقول الكتاب التفت حتى وإنت في هاي الحالة التفت إلى النور واخلص يا جميع أقاص الأرض الذين نظروا إليه استناروا انظر إلى يسوع حتى لو ما قدرش تعبر بالكلام تقول له سامحني ارحمني من قلب مليان إنك عاوز ترجع للرب انظر قل له يا رب انت شايف انت عارف انت أكتر واحد تعرف وضعي وحالتي قال له تعال يا رب ريحني من هالعذاب خلصني من الخطيئة الخطيئة اللي شلتني اللي قيدتني اللي وضعتني في الظلمة حبائي فيش حد أحسن من حد هي نعمة الله احنا كل يوم منخطئ ولكن نشكر الله مكتوب إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا الرب بحبنا الرب مش عاوز يبعتنا عجهنم ولكن الإنسان اللي بيرفض المسيح وبيقود نفسه نيرو على جهنم تعال يقول كتاب هلما نتحاجج إن كانت خطياكم كالقرمز طبيت كالثلج يعني يقول كتاب كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريق والكل بيؤمن إنه المسيح هو الوحيد الكامل وهو الديان واللي رح يرجع ايدين تعال بمين بدك تقارن يسوع المسيح أصلا عيب تقارن يسوع الطاهر الكامل القادر على كل شيء قادر أن يطاهرك تحتاج لفته كل من يدعو باسم الرب يخلص هل أنت جريء اليوم مثل الأبرص إذا أنت جريء بغض النظر كنت مسلم أو مسيحي هل فيك تصلي تقول له يا رب افتح عيني إذا أنت جريء صليها افتح عيني لابد أن تحصل المعجزة تعرفوا يعني الناس مش عاوزة تقرأ في الكتاب المقدس لأنه خايفة لأنه بحال ما بيقرأوا بالكتاب المقدس الرب رح يغيرهم قوعك تسمع لناس أو قيادات ما هي هاي القيادات اللي ودت إسرائيل بمية داهية ودتهم للسبة سواء الكهنة أو الأنبياء أو الرؤساء كلهم كانوا سبب فشل كل الشعب واليوم اليوم لازم نتساءل هل فعلا الله عاوز يبعثني عجهنم لا فتعال المسيح وعد بالحياة الأبدية تعال إلى يسوع المسيح وقل له سامحني على كل خطي وأنا بدعوك حتى تكون ربي ومخلصة في هذا اليوم إذا كنت بحاجة لمساعدة روحية وأن نصلي معاك تواصل معنا بكل سرور راح نكون معاك ونقودك خطوة بخطوة وكمان تتبع الدراسات حتى تنمو أيضا في المسيح يسوع بصلي اليوم أنه ربي يطهرك من كل خطية يشفيك من كل مرض بصلي اليوم باسم الرب يسوع أن يحول اللعنة إلى بركة وبصلي أنه حياتك تكون كلها نور ومعجزة من الشفاء واتباع يسوع المسيح له كل المجد والرب يكون معك اشتركوا في القناة